منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر ومتاعب الموقع الأزرق في تصاعد آخرها أمام القضاء في سان فرانسيسكو اليوم قالت شركة تويتر لقاضة اتحادي إن الدعوة القضائية التي رفعها موظفون مفصولون لا أساس لها من الصحة القضية رفعها نحو 3700 موظف أي حوالى نصف القوة العاملة للشركة وقالوا إنهم لم يحصلوا على انذار قبل أن يتم فصلهم أما تويتر فتقول إن ذلك لم يحدث بل منحت إشعارا مدته 60 يوما قبل التسريح الجماعي وحذرت الشركة من تأخر صرف مستحقات الموظفين المفصولين طالما استمرت هذه الدعوة أمام القضاء الحديث عن انهيار تويتر يبدو أخطر مما هو متصور فالموقع يساعد على مواجهة الكوارث الطبيعية قبل أن تشتاح الرياح الموسمية أندونيسيا هذا العام قام 25 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بتحميل صور ذات علامات جغرافية على الموقع من أجل المساعدة مع وصول الفيضانات وفي الهند ساعد الموقع السكان في الوصول إلى مواقع لقاحات كورونا وفي أمريكا ساعد في التحذير من مواقع إطلاق النار الجماعية يقول موظفون سابقون في تويتر إن هذا التواصل الذي يوفره الموقع قد يكون في خطر مع فصل الموظفين التقنيين من الشركة فقد تتأخر الخدمة أو تتعطل حتى يوجد على تويتر 238 مليون مستخدم نشط وقد أثبت أنه أدى قيمة للحد من مخاطر الكوارث ولإدارتها كما أظهرت أبحاث متعددة ولكن حينما تأتي الكارثة المقبلة قد يتوقف الموقف كله عن العمل مع الضغط الشديد على الموقع دون وجود تقنيين لمواجهة هذا الضغط وبالفعل أبلغ مستخدمون في مناطق مختلفة في العالم عن بطء الموقع في أمريكا، الهند، اندونيسيا، الشرق الأوسط هذا البطء قد يعني الحياة أو الموت في حالة الطوارئ تقول الباحثة في جامعة ماريلاند كارولين أور سواء كان تويتر أداة تواصل للأفضل أو للأسوأ فلا توجد أداة حاسمة في حالات الكوارث كتويتر اشتركوا في القناة